السلام عليكم شباب شلونكم مشاهد بارككم مرتاحين ان شاء الله رجعتوا ياكم فيديو جديد مع لويس طبعا شباب وهو اشخاص يحبون يربطون الدركسون الخاص بهم على الموبايل ويلعبون على محاكي ايذرس اكس 2 الخاص بتشغيل الععاب البي اس 2 فهذا الفيديو المثالي اليك اذا حابت تربط الدركسون الخاص بك على محاكي ايذرس اكس 2 فكلمة عليك ان اتطبق الخطوات الموجودة بهذا الفيديو وان شاء الله ما رح تواجه اي مشكلة رح خليك سوي الحلقة مشاهدة ممتعة قبل لا ابدي بحلقتنا لهذا اليوم لا تنسوا مدعمنا في القناة اضطلعي كومنت اشترك بالقناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد مع لويس طبعا شباب بما انه الدركسون الخاص عنده حاليا ياخذ المنفذ الخاص بجهاز او جوستيك بلاي ستيشن 2 فش نسوي بهذا الحالة اذا انت الدركسون يعني مباشر يو اس بي يعني مثلا بدال هذا يو اس بي بهذا الشكل فيه مباشر تجيب لقطعة ال او تي جي وتربطه على الموبايل وتطبق الخطوات اللي راح اسويها اما اذا الدركسون الخاص بك نفس الدركسون الموجود يعني نفس هذا الدركسون الاندي في اراد لهذا التحويلة راح لربط بهذا الشكل وايضا راح تجي قطعة ال او تي جي راح تجي تربط بهذا الشكل بالجهاز بهذا الشكل مثل ما جاي شوفون راح تقعد عندك بهذا الشكل ونقدر نلعب على العاب محاكيات بس لازم تضبط الاعدادات فهسا راح نجرب الدركسون ونجي ندوس على الزر الخاص بتشغيل الدركسون ومثل ما جاي شوفون اشتغلت عدنا انارة باللون الاخضر معناتها الدركسون اشتغل منانا شو نتأكد مثل ما جاي شوفون نقدر نتحكم اذا الدركسون شغال وما بي اي مشاكل فبما انه حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم به عن طريقة ضبط الاعدادات او ربط الدركسون من خلال محاكي ال اذرس اكس 2 الخاص بتشغيل العاب البي اس 2 فهسا نتوجه بشكل مباشر على محاكي اذرس اكس 2 طبعا هذا هو شكل محاكي اذرس اكس 2 الاغلبية يعرفون المحاكي هذا يشغل لك العاب البي اس 2 فهسا نتوجه على المحاكي راح يطلع لك عندك بهذا الشكل هذه الالعاب اللي محملها اني فهسا اتوجه على اي لعبة يعني فقط اريد اشرح لكم اشلون تنربط وراح نجرب نربطها بشكل تلقائي يعني الاعدادات بشكل تلقائي مضبوطة واذا ما انضبط بشكل تلقائي فلازم نسويها يدوي يعني احنا نضبط الازرار فهسا شنسوي اضطي استعد هذا مو اه هنا نشوف هسا الازرار ما اقوي استجابة فلازم نربطها بشكل يدوي شنسوي تروح على الاعدادات تتوجه على زر الاعدادات وتتوجه مباشر على منفذ رقم واحد هذا منفذ رقم واحد وتتوجه على تعيين تلقائي راح نجرب اول بداية نعينه بشكل تلقائي ونشوف نضبط على تعيين تلقائي هنا انا راح يقل لك اختر الجهاز مثلا نختر على يو اس بي اللي هو الدروكسون اكتملت العملية حسا ذا تدوس اكس ما اكو اي استجابة اضطي استارت كذلك ما اكو اي استجابة فاش نسوي راح نحاول نربطها بشكل يدوي كذلك تروح على الاعدادات وتروح على هذا الزر شون الشكل ما الاسهم وتروح على منفذ رقم واحد وتتوجه على مثل ما جاء شوفون هذل الازرار تجي تربطع بشكل يدوي فاشا شنسوي عندك اتجاه الاعلى تضطيء اتجاه الاعلى عندك اتجاه اليمين تضطيء على اتجاه اليمين تضغط عليه ضغطة وحدة تضطيء على اتجاه اليمين وعندك اتجاه الاسفل تضطيء على الاسفل وعندك اليسار تضطيء على اليسار تنزل للأسفل هنا عندك المثلث والدائرة والأكس والمربع المثلث تضطيء على المثلث انا المثلث عندي بالاسفل واضغط على المثلث دائرة عند الدائرة هنا والمربع المربع هذا المربع وعندك الاكس الاكس هذا الاكس مثل ما اجا شوفونا سربطناها هنا عندك الاسفل تضغط على الاسفل وعندك هنا الاسفل هذا الاسفل بهذا الشكل هنا بعدش عندنا الالوان الالوان موجودة عندي انا هنا تضغط عليها الالوان الالو الالو اضغط على الاروان وهنا عندك الارتو ارتو هذي الارتو هذي الارتو هنانه بقى تشعدنه هنانه هذي اهم خطوة اللي رح نقدر من خلالها نتحكم بالدركسون هنان هذي عندك اتجاهات القير بما انه الدركسون يعني فقط يعني يحتاج لا يحتاج الاتجاه اليمين واليسار لا يحتاج الاتجاه الامام والخلف لانه ببرايك وبنزين فلا يحتاج فقط يمين ويسار ما تفعل؟ تذهب على اليمين ما تفعله بالدروكسون؟ تذهب على جهة اليمين بهذا الشكل مثل ما شفتو راح مباشرة تختفي وعندك جهة اليسار كذلك تضغط عليها فقط بالدروكسون تسحب بهذا الشكل مثل ما جايشوف هون حاليا خلصنا من الدروكسون عندك القطعة الثانية اللي خاصة بالبرايك والبنزين شا تسوي؟ ترجع تصعد للأعلى تروح على الأكس والمثلث والمربع هذني تضغط على زر الأكس حسب اللعبة يعني اذا لعبة مرات الأكس ما لاتها يمشي فتس يعني تدوس على الأكس اذا مثلا الدائرة تمشي فتدوس على الدائرة انا اللعبة اللي محملها من الأكس تمشي فاضغط على زر الأكس فقط اضغط عليه بهذا الشكل مثل ما جايشوفون هذي صار يعني موش كالتحتل ومو عندك هذي القطعة تقدر من خلال الأكس الخاص بالدروكسون فهسا نجي على البرايك أو يعني يرجع مربع يعني يرجع إلى الخلف فش تسوي؟ اضغط على المربع فقط ادوس هيش على الدروكسون وهنا نصار عنده منواجه أي مشاكل حاليا ربطناها بشكل يدوي فهسا شنسوي نرجع هنانا ذا ندوس اكس هنانا استجاب عندك خل شوي اضطي صوت هنانا يقل لي انتظر راح اخفي لك الاعدادات ذا لنا حتى منواجه اي مشاكل بالتحكم نجي تروح على الاعدادات نفسه شاشة اللمس تضغط على تحكم مزدوج فقط تطي لا شيء هنانا راح تختفع عندك هذي الخطوة هنانا عندك بدل عد التنازل شوف اللعبة شقة ثقيلة هين ينزل عد تنازلي اشي تصوي هنانا مثلا هسبو مع ان ال هسيره جاتي يمشي اذا اروح على هذا الجهه مثل ماähänي شوفون مضبوطة هذي ما عليك المثلخن الخاص بالالتحكم بس انتو يمشي مثل ما جاه شوفوا Total هنالة صارت صارت عندك capability see هسا حاليا يمين هناci ما اكو نتbye يعني ما واجهت اي مشاكل بيها مثل ما جاي يشوفون هسا جاي يمشي طبعا شباب ونفس ما قلت لكم يعني كل لعبة احتمال يحتاج لها شكل بس هذا الشرح المضبوط والشرح الاكيد عن طريقة ربط الدركسون على محاكي اذرس اكس 2 الخاص بتشغيل العاب البي اس 2 فلهنا وصلنا لنهاية الحلقة وان شاء الله تنال اعجابكم ولا تنسوا مدعمنا في القناة اضع لايك كومنت اشترك بالقناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد مع لويز واذا واجهتوا اي مشاكل اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ارد عليكم وابقرب وقت انتظرونا في حلقات قادمة في امان الله اشتركوا في القناة